لجوم اف ام هو اول واحد خد قلبك وطلع به كده الى حالة محلقة في الرومانسية والعاطفة والمشاعر والحنين والحب لعل عبدالحليم حافظ هو الوحيد او هو الاخير كمطرب ستخرج الملايين في جلسته لا اتصور انه عبدالحليم هتكرر تاني حتى في نهاية عمره في جناسته وتشيق الجنائز بتاعته بما في ان الناس بتموت بتنتحر حبا في كل الاجيال كل الناس كان مشهد جنازة عبدالحليم دليل على انه كان لاعب دور مهم جدا في وجدان ومشاعر الجيل ده كله الاجيال دي كلها صحيح لما تعت تتأمل انه الراجل ده مات على فكرة عمره 47 سنة عبدالحليم حافظ مات وهو اقال في السن والعمر من يعني اوليكم مين يعني علي الحجار ومحمد مونير اصدقاء العزاز الرائعين 60 سنة فعبدالحليم عمل القصة دي كلها عمل المجد ده كله ومات وهو عمره 47 سنة مات في سن يبدو صغيرا جدا على هذا القلود الرائع الذي يحيى به حتى الان المجد اللي بناه عبدالحليم حافظ كله على بعضه في 23 سنة فقر اذا عرفنا ان هناك مطربين وممثلين بيحتفلوا بمرور 30 سنة و40 سنة على تمثيله مع ذلك معملوش الاثر الحليمي ده بتعرف ان عبدالحليم معجزة حقيقية في التأثير والبقاء لكن السؤال هالك اجيال بتستحمل تمثيله مثلا في ابي فوق الشجرة خبري السود كان وحش اوي فهي فوق الشجرة السؤال كان عمره 40 سنة واين بدور طالب كلية الهدسة صعب هوي وهو المرض كمان يعني خلى ملامحه وشكله يبقى اكبر من سنه هل لسه فيه ناس باستحمله البروكة والشعر بتاعه اللي كان مكوي ده كده في اغاني السبعينات وام الوردة اللي كانت وراها كده في الديكور بتاع حفلات السبعينات يا ساتر كان حاجة فظيعة والسلسلة اللي على سنة لا 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 عم عم حليم عم عم حليم تزود تقاوي لكن اكتر حاجة بتربطني مع عبدالحليم حافظ لما بتيجي ذكرى وفاته يعني كل سنة لما تهل وتطل كل عام بتفكرني باول قرار منع برنامج لي حكما انت منع لي برنامج كتير بس ده اول برنامج ازاعي يتم اقافه لي قصرا وغصبا ومصادرة كنت يقومها فقولي اعدادي كان مرة عام على وفاة العندليب القصر وكنا نشعر اعتقد ان احنا ما زلنا حتى الان جلنا على الاهل يعني بفقد عزيز وغالي وكنت محرر ومقدم برنامج اخبار الصباح في ازاعة مدرسة المساعي المشكورة الاعدادية باوستن ويبدو ان البرنامج كان ناجحا وجماهريا للغاية لدرجة ان زملائي كانوا يتوددون لي للاشادة باداءهم في مباريات دور المدرسة لكرة القدم حيث كانت فقرة التعليق الرياضي ذات شهرة كبيرة ومصيرية في مستقبل زملائي في كرة القدم المهم قررت حبا في عبدالحليم حافظ ان اقول في نهاية البرنامج اسناء طبور الصباح ومع خاتمة برنامج اخبار الصباح الجملة التالية تمر اليوم الذكرى الاولى لوفاة الفنان العظيم العندليب الاصمر عبدالحليم حافظ بس انا قلت كده بقى وطويت كشكول اخبار الصباح وخرجت من قصاد الميكروفون بمجرد ما قلتها وانا بقى بقولها بمنتاج شجل المتحمس انتهت طبور نادياني الاستاذ مندوه مشر في الازاعة ابراهيم تعال هنا بصت له اه يا استاذ مندوه عند ليه باصبر في طبور المدرسة يا ابراهيم اتفضل على فصل مفيش مدرس فيش ازاعة مدرسية ليك تاني ابدا تخيلوا على كثرة ما توقف ليه من برامج وعلى قد ما منعوا لي من برامج تلفزيونية وفضائية ومصدرات جرائد وكتب ورغم عودتي للازاعة المدرسية بعدها بكذا يوم الا انه ما دلت احتفظ بأسى هذا الصباح كأن جرحي على عبد الحليم وكأن جرحي فيه لم يلتأم ابدا نلتقي بكرا بس دانيا رجوم اف ام